الوطنية الانتخابات تطلق فيديو توضيحي لقالية تصويت المصريين بالخارج عبر البريد أصدرت الهيئة الوطنية الانتخابات فيلما توضيحيا يشرح الخطوات التي يجب اتباعها من جانب المصريين المقيمين بالخارج لإدلاء بأصواتهم عبر البريد بانتخابات مجلس الشيوخة القادمة وأكدت الهيئة أن انتشار جائحة كورونا كان أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى العمل بنظام التصويت عبر البريد لافتة إلى أنه وسيلة معروفة وتم استخدامها من قبل وتساعد المصريين بالخارج لإدلاء بأصواتهم خليني بجد من مكاني ده من المنبر اللي أنا بعرف من حضراتكم كلكم بتصقوا فيه بتصقوا في ميسات خليني أدعو كل المصريين في الخارج لإدلاء بأصواتهم المشاركة في الانتخابات فكرة مكان مقرر مصلحة البريد أكيد شيء أسهل كتير من أنت تروح صفرتك أو تروح مكان واحد بس تدلي فيه بصوتك كل مكان في كل مكان على مستوى العالم أكيد فيه منه مناطق البريد أو المكتب بريد هيكون أقرب وهيسهل على حضراتكم أن تدلوا بأصواتكم فكرة ده أنت مش تحتكي بحد هي فقط حضرتك هتنزل الاستمارة من على الموقع وهتملاها وأرقامك وبياناتك وكل شيء يبقى مظبوط وطريقة الانتخاب ضروري أنها تكون مظبوطة حتى لا يبطل صوتك وهتعملها في أول ظرف وبعد كده تكتب عليها لجنة العلية للانتخابات وبعد كده تكتب عليها السفارة بتاعتك أو المقر الموجود عندك في بر مصر أرجوكم كلكم شاركوا مصر تستحق منكم هذا المجهود وأنتوا دايما عاودتونا أن أنتوا في ظهر بلدكم في كل القضايا اللي كانت بتعاني منها مصر وكتوا أنتوا سند لمصر خارج مصر فخليكم على نفس الوطنية ونفس حبكم لبلدكم وخليكم دايما جنبنا ده اللي احنا متعودين منكم من خارج مصر